دكتور رارض فيه انه حتى جدهارت برضو جملة مهمة جدا قلت انه حتى انه الدكتور فريد زهران قال اكتر من مرة انه احنا لسه ما وصلناش للشكل الكامل للديمقراطية بطبيعة الحال ده جزء لا يتجزأ من خطاب اي معارضة يعني هنجد العمال البريطاني بيقول كده طول ما المحافظين بيحكموا والعكس دائما صحيح ويفضل طول الوقت هناك الملاحظات من الجانبين على حسب الاغلبية البرلمانية مين وبالتالي مين اللي شكل الحكومة لكن مسألة تنوع الاراء اللي حصلة ومسألة الذهاب الى السناديق لو انا حطت لها عنوان ما نعتبره اسباب ودلالات الاقبال تفسروا ازاي او تشوفوا ازاي انا هرجع حتة صغيرة بس مش المعارضة بس اللي قالت ان الحياة السياسية مش كاملة والرئيس هفتاح السيسي قالها قالها فين وهو بيقول خطاب تلبية نداء المصريين بانه عايد ترشيح نفسه هل دعونا نجعل الانتخابات القادمة بداية لتعددية سياسية حقيقية مفعامة بالحيوية والنشاط وبعيدة عن التطاول والتجريح يبقى اذا هو فيه توجه كمان عند الدولة احساس ان هو في فترة التسع سنوات الماضية من حكمه هو كان عنده اهتمامات ومحق فيها والدولة كانت محقة فيها لاننا شوفنا ان الدولة نهارت خالص وقعت في 2011 على بل ما تقدر توقفها وتستعيد الامن ما اقول لها داك حاجة بعتبرنا يعني امني خلفية امنية لا احنا لغاية مثلا 2016 كان الارهاب موجود في انحصر ابتدى انحصر من 2016 يبقى في سينة بس فبالتالي كان عنده اولويات لفكرة التكوين الديمقراطي نمرة اتنين ان فيه عندي مثلا 1907 انا باطلق عليه دايما اقول عامل احزاب يعني كان فيه اسهاب فيه وبعدين جدوا دستور 23 ودستور لبرالي والوافد اللي عمله واسسه وخلق علي سعد باشر اه وخلق حالة من برضو توجهات في الاحزاب بعدين احزاب لبرالية واشتراقية واحزاب توالي للصراي ثم تقلست وادروحنا للحزب الواحد في 52 واحل الاحزاب بعد صور 52 ثم في 2011 عامل احزاب تاني لان حصل نوع من تعديل قانون الاحزاب والسماح بتكوين الاحزاب بالاختار فاصبح عندنا 140 فحصل عندنا اسهاب في الاحزاب ففكرة ان كنت محلة رئيس انور السادات لما اعلن المنابر التالية ما هي برضو انا بقول بحبش فكرة يعني انا من الناس المؤمنين بان الرئيس السادات لو قاعد شوية فترة اطول في الحكم كان هيخلق حياة قوية ولكن هو في الاول حاول يطمئن الناس لان الناس عاشت في ظل التنظيم الواحد والتنظيم الالتحاد الاشتراك العربي والتنظيم الطالعي ففكرة انها تأمن ان تبقى في حاجة اسمها يمين ويسار ووسط دي ما كانش موجود فلازم مين اللي يغل في هذا الموضوع رئيس الدولة فقال لهم انا هنعمل منبر وسط وفلان اقعد هنا في انت بتاع الوسط وانت بتاع اليمين وانت بتاع اليسار هو اللي هقسمهم يعني الرئيس السادات هو اللي عمل لانه كان عنده قناعة ان لازم يبقى فيه نوع من الديمقراطية وكان بيتجي الى بقى الاتجاه الغربي والافكار المتقدمة ودي كتاعة الساعة الحالة اللي حصلت بقى ان احنا نبني تاني جسور من الثقة بين الاحزاب والمعارضة والنقب السياسية وانه هيبقى فيه نوع من الاستماع الى الرأي والرأي الاخر ودي ممكن حساها الرئيس الفتاح السيسي فبالتالي ابدأ عمل موضوع الحوار الوطني فده اللي شجع وده اللي خالق بقى ايه التواجد والناس اللي كانت موجودة داخل الحوار الوطني سيبك من الاحزاب لكن كان فيه شباب وفيه مرأة وفيه نخب مستقلة وفيه خبراء وفيه احساس بان الاراء ابتدت تطلع وتتصعد الرئيس الجمهورية فيه جزء حيستجاب ليه فيه جزء حييتعمل فالتالي عمل نوع بقى من الاقبال لا ده انا عندي اهمية لصوتي وعندي احساس ان انا ابدأ انطلق واروح للسنديق مش غزوة السنديق بقى بتاعت الياساتر يا رب لكن انا ابدأ اروح للسنديق بقناعة فالنزول للسنديق المرأة دي لا فيه وعي عادة تشكيل الوعي وحط عليه بقى ما حدث في غزة وشعر الخطر بتجاه الامن القاوم المصر طيب ده عمل الكوكتيل اللي موجود اللي شفناه في المشهد ده ونسبة الاخبال وفقا للهائة الوطنية ما اعلنته بعد يوم ونص احنا هناخد على النسبة اللي اعلنت لان احنا مش مصرح لنا نتكلم في نسب ولكن النسبة اللي عنيتها طبعا مباشرة بالخير وانا قلتها في اول يوم من الانتخابات بيسألني احد المحاورين بيقول لي رأيك ايه قلت له هتعدي 47-48% وانا بأمنا انها تعدي 50%